أسؤال الأكثر انتشاراً عند معظم دول العالم وشعوبها في الفترة الأخيرة هل يتحول التراشق الإعلامي بين أمريكا والصين إلى تصادم عسكري حقيقي؟ العالم يترقب بعد وصول طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان وبدء زيارتها الرسمية التي أثارت عاصفة من التهديدات بين بكين وواشنطن مسار طائرة بيلوسي هو الأكثر تعقباً في العالم في الساعات التي سبقت وصولها لتايوان بحسب موقع فلايت رادار 24 تعقب مسار طائرة بيلوسي ما يزيد عن 200 ألف شخص سيما خلال مرور الطائرة بجانب جزر الفلبين في اتجاه يعتقد بأنه سيصل إلى تايوان وترى الصين أن زيارة مسؤول أمريكي رفيع المستوى تحمل اعتراف ضمنياً من أمريكا باستقلالية تايوان الصين حضرت واشنطن بتحريك جيشها وهو بالفعل ما حدث بعد أن بثت مقاطع فيديو لتدريبات عسكرية مكثفة وزيارة بيلوسي لتايوان يجريها رئيس مجلس نواب أمريكي منذ 25 عاماً بعد رحلة الجمهوري نيوت جينغريتش عام 1997 للقاء الرئيس التايواني آنذاك لتينغ هوي لذا تأهبت تايوان عسكرياً لاستقبال وحماية زيارة بيلوسي بمقاتلات عسكرية وأسطول عسكري بحري المناسق الاستراتيجي للاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أدان تصعيد الخطابي من الصين مرجحاً أنها محاولة من بكين لتحويل زيارة محتملة بما يتفق مع وقوف السياسة الأمريكية في نوع من خلق الأزمات أو الصراع أو استخدامها كذريعة لزيادة النشاط العسكري العدواني في أو حول مضيق تايوان وتبقى الساعات المقبلة شديدة الترقب لمعرفة ردود الفعل الصينية على الزيارة الأمريكية التاريخية لتايوان اشتركوا في القناة